في خطوة تمثل التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي في التصدي لجائحة كوفيد-19 قامت الهيئة العامة للقوى العاملة بجولة تفتيشية ضمن لجنة متابعة الاشتراطات الصحية وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في مطر أعمال القطاع المصرفية في البلاد مسؤولية مجتمعية وطنية تأتي بتكاتف الجهود بين القطاع الخاص والحكومي في سبيل اجتياز أزمة كوفيد-19 والتقليل من عدد الإصابات تعاون كبير من قبل إحدى الجهات في القطاع المصرفي في تطبيق الإجراءات الصحية على سواء الموظفين ولا حتى للكاستمرز اللي يستخدمون المواقع العمل لديهم وهذا الدليل على حرص الجهات اليوم في القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة في تنفيذ وتطبيق إجراءاتها خاصة إحنا الحين يعني مقبلين على منعطف جدا خطر في انتشار الوباء للأسف بالشكل الكبير عالميا وهذا الشيء ما نتمنى أيضا أنه يأثر على دولتنا في زيادة أعداد الإصابات إجراءات مشددة حرصا على مصلحة الموظفين والعملاء من انتقال عدوى كوفيد-19 يقوم بها القطاع المصرفي مع استخدام الخدمات الإلكترونية للتقليل من الزحام بالبنك وفرنا لكل موظفيننا سبل التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات والتعقيم للمكاتب والمواقع بشكل مستمر بحيث أن نحن نضمن سلامتهم ونحد من انتشار العدوى بطريقة جيدة ومتماثلة مع تعليمات في زارة الصحة بالإضافة إلى حرصنا التام على سلامة موظفيننا لأن بالأخير هم مقدمين خدمات لعملائنا الكرام بتوجيهات من بنك الكويت المركزي وبالتعاون مع بقية البنوك الأخرى تم وضع بروتوكول كامل من 86 بن تقريبا جولات تفتيشية تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة ضمن لجنة متابعة الاشتراطات الصحية للتأكد من تطبيق كافة الاحترازات والإجراءات الوقائية في القطاع الخاصة عيشة أحمد تلفزيون دولة الكويت